زار سفير الليبي في مصر محمد فائز جبريل الصيادين الليبيين الذين أوقفتهم السلطات المصرية في أسوان للوقوف على الأسباب التي يعتقلوا بسببها وأعرب السفير الليبي خلال اللقاء بالصيادين أنهم حل اهتمام ومتابعة من السلطات الليبية وأن السفارة ستواصل اتصالاتها إلى حين إيجاد حلول القضية مع السلطات المصرية وأكد جبريل أن الأحكام التي صدرت بحق هؤلاء الصيادين كانت قاسية لنعدام القصد الجنائي في القضية مشيرا إلى أن الصيادين الليبيين لم يكن لديهم أي قصد جنائي للإضرار بالأمن أو تعمد مخالفة القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية